قال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال مؤتمر أسبوع أبوظبي المالي إنه من المتوقع أن يواصل القطاع المالي وهو حجر الزاوية في تنويع اقتصاد العاصمة مساره التصاعدي بنمو سنوي 13% في العام الحالي وارتفع النمو غير النفطي في أبوظبي إلى 12 و 13% في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق متجاوزا بشكل كبير النمو الاقتصادية الإجمالية الذي تأثر بتخفيضات إنتاج النفط الخام وانخفاض أسعار النفط وتمثل الأنشطة غير النفطية الآن ما يزيد على 50% من الناتج المحلية الإجمالية لإمارة أبوظبي وعلن سوق أبوظبي العالمي في مايو الماضي أنه سيوسع مساحته إلى عشرة أمثال المساحة الحالية في إطار دفعتنا لجعل القطاع المالي للإمارة مساهمة رئيسيا في الاقتصاد